من عالي هذه الجبال بدأ راجح غالب لبوزا ورفاقه طي حقبة الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس في هذا الجزء الغالي من اليمن قبل ستة وخمسين عاما انطلقت شرارة الثورة من بنادق هؤلاء لتتحول سريعا إلى غضب شعبي عارم أنهى 128 عاما من الاستعمار البريطاني ومعه أدواته المحلية من سلطنات ومشيخيات لتبدأ مرحلة تأسيس الدولة الوطنية التي أصبحت لاحقا الركيزة الأساسية للدولة اليمنية الموحدة تمر ذكرى ثورة يكتوبر اليوم واليمنيون يعيشون ظروفا تشابه ما كان عليه الحال ليلة انطلاقها فبالأمس عنت عدن من الاستعمار البريطاني الذي كمم الأفواه ومارس أفشع الانتهاكات على المواطنين ذات الانتهاكات تمارس اليوم في عدن بعد الانقلاب الذي رعته الإمارات بالشراكة مع وكلائها المحليين في المجلس الانتقالي يرفع وكلاء أبو ظبيلا فتة الجنوب العربي وهو المشروع الذي قامت ضده ثورة الرابع عشر من أكتوبر عندما كان يعبر عن أهم أدوات المستعمر من السلطنات والمشيخيات ما قبل الوطنية لكن الفرق أن دولا عربية كبيرة كانت بالأمس تصطف مساندة ثورة أكتوبر ضد الوصاية الخارجية ومشاريع التقسيم بينما بعضها اليوم وفي مفارقة عجيبة يختطف القرار اليمني ويدعم مشروع تفتيت البلاد منذ انقلاب عدن قبل أكثر من شهر عملت وتعمل الرياض وأبو ظبي على ترسيخ جدور الانتقالي باعتباره الطرف المسيطر على الأرض في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد وتأسيسا على دور سيء كهذا تحولت الدعوات التي كانت تطالب الانتقالية بالتراجع عن تمرده إلى دعوات للحوار في جدة والدخول في متاهات المشاورات التي لا تغير في المشهد على الأرض لصالح الطرف الشرعي الذي يقول التحالف إنه يسانده لم يفقد اليمنيون الأمل بعد في استدعاء الإرادة التي فجر الثورة أكتوبر فها هي الظروف ذاتها تتخلق لتدفع بتيار واسع يحكمه وعي الانتماء لليمن نحو إنهاء وضع تتبدى معه ملامح احتلال كامل اليوم